هذه هي الضحية المعتدى عليها أطفال صغار في إحدى المدارس الابتدائية في محافظة أربيل أما مصدر القصف فهذا هو يا رسول الله الله أكبر مفارقتان لا تجتمعان إلا عندما يكون القاتل ممن يسمي نفسه حلف الممانعة ويرفع شعار الموت لأمريكا وإسرائيل فإذا بصواريخه تنهال على رؤوس الأطفال في مدارسهم في زمن وجد العراقيون فيه بلدهم مستباحا والأحزاب الحاكمة فيه تابعة لمن قصف هؤلاء الأطفال القصف الإيراني الذي طال مناطق عدة في شمال العراق خلف عشرات القتلى والجرحى وتسبب بتعليق دوام المدارس في تلك المناطق خوفا من تكرار هجمات النظام الإيراني الذي اعتاد عند كل أزمات لمبه أن يقصف العراق وفي هذا التوقيت تحديدا حيث تشتاح إيران تظاهرات صاخبة ضد نظام خامنأي ولم يستطع إخمادها فلا جاء إلى قصف مناطق شمال العراق بذريعة ضرب مجموعات كردية معارضة لكن القصف طال كما شاهد العالم مدنيين وأطفالا صغارا وصل دوي صراخهم المنطقة الخضراء التي خيم عليها صمت القبور وللمفارقة كانت الأحزاب الحاكمة فيها قد استنفرت واستنكرت على صوتها حينما قصف منتجع سياحي في زاخو فروجت له على أنه قصف تركي رغم نفي أنقر المسؤولية عنه واستعدادها لفتح تحقيق دولي فيه صراخ أطفال المدارس أعاد الذاكرة 35 عاما حينما استشهد 34 طفلا عراقيا بقصف إيراني طال مدرسة بلاط الشهداء الابتدائية في منطقة الدورة جنوب بغداد الزمن تغير لكن آلة الإجرام الإيراني لم تتغير